تسود حالة من الخوف والترقب بين المدنيين في بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي جراء خطر اندلاع اشتباكات بين عناصر هيئة تحرير الشام الإرهابية النصرى سابقاً وأفاصيل ما يسمى جيش الأحرار التابع للاحتلال التركي جراء فرض الهيئة حصاراً على البلدة واستقدام آليات عسكرية إليها المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن العشرات من أهل بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي خرجوا في تظاهرة حاشدة رداً على دخول أرتال عسكرية تابع لهيئة تحرير الشام الإرهابية وفرضها طوقاً أمنياً حول البلدة وذلك على خلفية اتهام الهيئة فصيل جيش الأحرار التابع للاحتلال التركي بتحريض الأهالي على التظاهر ضدها وبحسب المرصد فإن المتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح جميع المختطفين داخل سجون هيئة تحرير الشام ومحاكمة عاجلة وعادلة ووقف التعذيب وتخفيف الرسوم والضرائب التي تفرضها الهيئة ووقف الانتهاكات الممارسة من قبلها على المدنيين يأتي ذلك بعد إرسال الهيئة تهديدات غير رسمية للفصيل التي يتشكل معظمه من مهجري دمشق وريفها وتسلمهم إنذاراً من قبل الهيئة الإرهابية بضرورة مغادرة المناطق التي ينتشرون فيها على أن يخرج عناصر الفصيل في المرحلة الأولى من مناطق سيطرة الهيئة وتلحق بهم عائلاتهم في المرحلة الثانية اشتركوا في القناة